أسأل عن صيام في الأشهر الحرم والأعمال الصالحة بشكل عام هل تقول تختلف عن باقي الأشهر في العام أختي محمد بن عمام بالنسبة للأشهر الحرم أربعة يقول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله عاشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهي ثلاثة متوالية وواحد منفرد الثلاثة المتوالية شهر ذا القعدة وذا الحجة ومحرم هذه متوالية ورجب هو المنفرد رجب هو المنفرد والله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذا يدلنا على أن على أن الأشهر هذه أولا يحرم فيها القتال يعني ابتداء القتال يقاتل الإنسان فيها هذا ابتداء لكن إن ظلم معتدية عليه يجوز دفع الظلم أمر الثاني الآية تشير إلى أن الظلم فيها ظلم النفس وظلم الغير يضاعف فيها الإثم لأن الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم مع أن الظلم محرم في كل الأشهر لكن دل على أن هذه الأشهر لها مزية عند الله عز وجل المسألة الأخرى ما ورد في قضية صيام الأربعة أشهر الحرم هذه هذا محل بحث عند أهل العلم لأن الأحاديث فيها يضاعفون من حيث العموم يعني من حيث العموم لكن من حيث الخصوص يعني مثلا صيام شهر الله المحرم هذا ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الإنسان شهر الله المحرم ويتأكد صيام يوم عاشورا يوم عاشور العاشر المحرم ويوم قبل أو يوم بعده مثلا مثلا رجب ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مخصه بالصيام لا كله ولا في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره ولذلك كان الصحابة ينكرون على من يصوم في رجب ينكرون على من يخصص رجب بالصيام لأن هذا من عداث الجاهلية فهذاه بارك الله فيك